موسيقى نحن اليوم بسدد الإشراف على توقي اتفاقية ما بين الفيدرالية الوطنية للتعاونية فرز وتتمين النفايات والشركة المغربية للتجارة والصناعة والابتكار هذه الشركة هي شركة مغربية 100% تصنع وتحول النفايات إلى مواد أولية تتقيمة مضافة يتم بيعها في السوق المغربية هذا الاتفاقية تسمح لهذا الاتحاد التعاونية من تسويق بصفة مباشرة للنفايات التي يقومون بجمعها إلى هذه الشركة بدون وسطة لأن كانت تجارة العادة أنه مجموعة مضاربين وسطة هم اللي كيتكلفوا بتسويق هذه المنتجات النفايات المجموعة من طرف جميع النفايات وكيسوقها وكيزيدوا فيها في الأتمينة وبالتالي تكون تسويق مباشر وبالتالي غيروا بالنفع على جميع النفايات اللي غيروا في عمل المدخول ديالهم ويتوصلوا بالأجر ديالهم بالأتمينة ديال على أساس جعلوا 12 جهة في المملكة كنزودوا بالآلات اللي كنجمعوا لديشي كنزيدوا علم بعض الإضافات في البتكار ديالنا اللي وصلنا للحمد لله اللي تنتج منه المواد الأولية فيما تخص البوليستال اللي كنصوب منه اللواط مش هيكون إن شاء الله عز وجل واحد اكتفاء ذاتي وطني وعتصديروا إن شاء الله إلى الخارج اللي قبل كننا نحنا كنستوردوه الحمد لله اليوم كانوا وقعوا تفاقية شركة بين الفيدرالية الوطنية التعاونيات والشركة المغربية الابتكار والصناع حول تتمين النفايات البلاستيكية التي سيتم وتحويلها إلى مواد بوليستال اللي كانت دخل في مواد ناسج إن شاء الله احنا اليوم كقطع البيئة حضر اليوم فهد الملتقل لمنظمها الفيدرالية الوطنية اللي يفرج وتتمين النفايات اللي احنا كنعتبره هاد الفيدرالية والتعاونيات ديال الفرج وتتمين نفايات المضوين المضوين تحت منها كشركة خاصة بالنسبة للقطع والبيئة لأن علاشه عندنا واحد البرنامج الوطني لتتمين البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية اللي تمت برورة دياله بشاركة بين وزارة البيئة وكذلك وزارة الداخلية ومنظم الأهداف الهمة ديال هاد البرنامج هو بطبع الحال الرفع من مستوى التتمين والفرج ديال النفايات إذن ممكننا عال نخدموه ونعتبرو هاد الناس اللي كيتعاونوا معنا كشورة كأهمين لأنه كيقوموا موحد العمل جبار لأنه في الأول كان ممكنش وحنا كنعرفو كاملين على الصعيد الوطني كينه واحد العدد كبير لا يستهنوا به ديال العاملين اللي كيشتغلوا في هاد النطاق ديال النفايات بصفة غير مهيكلة واللي هاده مكنش كينت مكنش نشتغلوا معهم ولا نديروا معهم أي شراكة بينما اليوم للحمد لله ما تم تكوين وحد عدد التعاونيات وهذه التعاونيات براسها نضمت كلها تحت وحدة الفيدرالية وطنية إذن سهل علينا إلا بغيتون نقولون المواكبة ديالهم والاشتغال بشاركة متضابين وبينهم